وأبدي عجبي وإعجابي بالمباراة خلينا اتكلم الأول عن إعجابي احنا بنتفرج على ماتش حلو كل الناس اللي كانوا بيقولوا إن فيرمتز جاي يعني يكمل الماتش ويعمل صورة حلوة لا 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 يا جماعة أنا ما ظنش النهاردة فيه إهلاوي في العالم العربي كله يقدر يدعي إن فيرمتز موجود كمالة عدد أو إن الماتش سهل أو إن الأهل مسيطر أو إن الأهل كان ممكن يكسب تسعة أو إن الأهل مسك الماتش من أوله أو إن الأهل عظيم جبار وبيرمتز وقت بيتفرج بيرمتز كان ممكن في أي لحظة يقلب الماتش على دماغي الأهلي لكن طبعا حضراتكم عارفين الأهلي الأهلي يا الأهلي ضربت جزاء وعلولي يجيب الجن ولعنتنا الأبدية كهرباء أي حاجة دلوقتي بقى فيها كهرباء أي سبب لأي شيء فيه كهرباء وكان فيه جن تاني جاي كان هيجيبه الكهرباء أي شيء بيحصل وكأن مقصود أن الحياة لا تتغير إلا بكهرباء وطبعا حضراتكم فاهمين أن الكهرباء هي أهم حاجة في الحياة وأهم حاجة عند النادي الأهلي المدرب السويسري كان في أول الماتش كده كان متواضع شوية أنه لا مفيش شحات مفيش كهرباء مفيش أفشة مفيش يعني الناس دي كلها مش هتلعب هو الماتش سهل وبعدين اكتشف أن الماتش من الصعوبة بمكان وأن الماتش ممكن يتغير في أي لحظة وأن الماتش ممكن يبقى ماتش تاني إعجابي بالجماهير وكذا ملكاوي سألت نفس سؤال